فاتن حمامة كانت بتتعامل مع زميلة في الوسط الفن باحتكار وبالذات لو كان الفنان اللي معها اقل منها في النجومية وكان معروف عنها ان المخرجين بيخافوا منها والكلام ده قاله اكتر من فنان سواء في تصريحات تلفزيونية او تصريحات صحفية وكان ابرزهم الفنانة ماريان فخر الدين والفنانة سناء جميل واللي قالت بصراحة العبارة انا ما بحبش فاتن حمامة وقالت سناء جميل ان فاتن حمامة رفض الدور نفيسة في فيلم بداية ونهاية ولما سناء جميل عملت الدور ونجح معها قالت فاتن حمامة في اللقاء صحف انها رفض الدور نفيسة علشان ما كانتش عايزة تعمل الدور واحدة وحشة وطبعا الكلام ده دايق سناء جميل جدا منها